سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي في جولته الإفراقية الأخيرة إلى تقديم نفسه على أنه خبير في مواجهة الإرهاب الإسلامي؟ لا يتمتع نتنياهو بأي خبرة سوى في القتل واختلاق الأكاذيب هل تدفعون في موريتانيا ثمن قطع العلاقات مع إسرائيل؟ وهل حملات حقوق الإنسان التي تشن على موريتانيا هي جزء من هذا الثمن؟ نعم نواجه صعوبات في هذا المجال الغريب أنه في الوقت الذي كانت هناك مشكلات وتجاوزات كبيرة في ملف حقوق الإنسان في موريتانيا في السنوات السابقة كان الحديث عن تلك التجاوزات خافتا من قبل منظمات حقوق الإنسان واليوم حين تحصل ملف حقوق الإنسان في موريتانيا نرى ونسمع انتقادات كبيرة لموريتانيا في هذا الملف الأمر غريب ومع ذلك فنحن مستعدون لدفع ذمن قرار قطع علاقاتنا مع إسرائيل فلم يكن هناك أي مبرر وجود سفارة إسرائيلية في الموقشوط